على لسان البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عندما تعلن وتقول بانتهاء العملية العسكرية التي شنتها طهران قبل وصول الطائرات المسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية أي أنها أطلقت وأعلنت انتهاء هذه العملية دون معرفة نتائج هذه العملية سيكون الأمر عندها كما تحدثت لحضرتك في مسألة أنها تحاول أن تنجح إعلاميا في أنها قامت بدرب إسرائيل لكن طبعاً لن يخيل هذا الأمر على المتابعين ربما ستشدق به المحبون لإيران ويقولون قامت إيران بدرب إسرائيل لكنها في الحقيقة لم تضرب شيء فلا طبعاً إذا ما كان هذا هو الموقف الإيراني الرسمي ستكون مهزلة سياسية وعسكرية في الجانبين لكن أنا لا أعتقد أننا سنكون في هذا يعني لا أستطيع أن أقول أن هذه هي حقيقة الأمر إلا عندما نعلم ما هي نتيجة هذه الضربات هل المسيرات أسقطت؟ هل الصواريخ أطلقت بالفعل أم لم تطلق؟ ماذا أصابت داخل إسرائيل؟ وعندها سنحدد إذا كانت إيران قامت بنفس ما قامت بها عندما قتل قاسم سليماني أم قامت بالشيء الجديد هذا ما سنعرفه لكن موقف البعثة الإيرانية كما حضرتك تتحدث أنا الحقيقة لم أشاهد هذا الخبر بعد ربما سأشاهده لاحقاً لكن سيكونه أمراً مضحقاً جداً وهنا يعني بصراحة علامات الاستفهام تدور حولها مثل هكذا تصريحات وبحسب آخر الأنباء وآخر العواج التي تردنا اتباعاً ضيوف الكرام وعلى لساننا وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي والمصادر الأمنية الإسرائيلية معظم المسيارات التي تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة